موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد المعلم هو القصيدة الأولى لذاته ولأبناء شعبه وكذلك لتلامذته التلاميذ الذين يجدون في الكلمة نبراساً من خلاله يصنعون مجد أمتهم هم ذاتهما التلاميذ الذين يسعون إلى حفر فكرة النور في أي كلمة يأخذونها من معلم مجتهد أو من شاعر صاحب كلمة تسعى إلى التأثير فكيف إذا اجتمعت الكلمة وفكرة التعليم في نفس رجل وثاب يتطلع إلى تحقيق ما ينبغي أن يحققه مشاهدين اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو معنا المعلم والأستاذ الشاعر ماهر الحريري من سوريا حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد بارك الله فيك جزاك الله خيراً ألبستني ثوباً واسعاً يعني والله أنت تستحقه وهو ثوب على مقاسك ويليق بالكرام أهل الجود والفضل من أمثالك أستاذ ماهر الله يحفظك يا رب تسلم في البداية عن فكرة المعلم والشاعر وهذا الصراع أو هذا التكامل سمه ما شئت حدثنا عن هذا الموضوع ليس كل معلم شاعراً ولكن الشعر يخدم مسيرة التعليم يعني في كثير من الأحيان في أثناء الدرس أنا أرتجل بيتاً أو بيتين وعندما أنتهي من الشرح أقول للطلاب يعني هذان البيتان الآن ارتجلتهما ويخدمان يعني التعليم لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون في كل معلم يا سلام الشعر كما تعلم خدم التعليم منذ القدم هناك منظومات في العلوم المتعددة في الحديث والفقه والنحو وغير ذلك في البداية وقبل أن نذهب إلى أولى القصائد التي تود أن تشنف أسماعنا وتطرب قلوبنا فيها قبل هذا دعنا نتعرف قليلاً على الأستاذ ماهر الحريري حدثنا عن ما تحب وكيف تحب وبالطريقة التي تحب بارك الله فيك أنا ماهر بركات الحريري من سوريا من حوران من مدينة إزرع في حوران ومن مدينة بصر الحرير إذا شئت يعني أنا أنتمي إلى مدينتين إضافة إلى مدينة دمشق التي احتوتني من الطفولة حتى قدمت إلى إسطنبول يا سلام نشأت وترعرعت في دمشق وفي حوران وأكثر الوقت في دمشق الدراسة والتعليم في دمشق العطل في ربوع حوران أدرس اللغة العربية منذ عام 1995 منذ أن بدأت أدرس اللغة العربية أدرسها للناطقين بغيرها في دمشق كنت أدرس في معهد خاص للجالية الصومالية وأدرس في معهد بدر الدين الحسني في قسم اسمه المعهد الدولي أيضا للناطقين بغير اللغة العربية وكان عندي في البيت أيضا غرفة جهستها كصف أدرس فيها الطلاب وأكثر طلابهم من الأتراك يعني هذا تعريف عن حاضرك الحالي حدثنا قليلا حاضري الحالي منذ عام 2011 قدمت إلى إسطنبول وقدمت مباشرة للتعليم في جامعة 29 مايو نعم وما زلت فيها أدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها أكثر الطلاب من الإخوة الأتراك لكن الجامعة أيضا تستقبل طلابا من جنسيات متنوعة وأنا على هذا منذ ذلك الوقت حتى قدومي إلى هنا أنا في هذا العمل الذي أتشرف به وأرى نفسي ملكا عندما أدخل الصف يا سلام قبل أن نتحدث عن الشعر نريد أن نسمع شعرا إلى أولى القصائد التي تود قراءتها علينا تفضل يا أستاذ ماهر أولى القصائد أبدأ من المبتدأ المبتدأ الذي خبره يطول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهذه قصيدة كتبتها في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم أقول فيها رقص الفؤاد على شذى الأشواق وسما بأنوار الأمين الراقي سكب الحنين على أزاهير الورى شوقي إليك بمدمع مهراقي إني وإن ركبت زمان مسافة قصوى تؤجج أنهر الأحداقي ما زلت أمكث عند هديك مغرما بالنور يسعف لهفة المشتاقي يا سلام ويبلُّ ذاك النور ما بي من صدًا يا نور أحمد مالئ الآفاق يا خير من قدم الوجود مبجلًا يا نبض قلبٍ مسلمٍ تواقٍ أشرقت بالبشرى لكل معذبٍ فالعدل أصلٌ ثابت الميثاق والعبد بالتقوى يسود ويعتلي فالله عدلٌ قاسم الأرزاق والطفل عانق في هداك محبةً وحملته عطفاً على الأعناق يا سلام تغدو على صبيان حيك باسمًا ومسلِمًا بحنانك البراق وتقيل عثرة عاثرٍ بمودةٍ وتزيل عن عانٍ أذى الإملاق يا سلام يا سلام يا خير من شم الأريج عبيره فتعطرت من ذكره أشواقي يا خير من شم الأريج عبيره فتعطرت من ذكره أشواقي صلى عليك الله ما قلم خطى يحبو خجولاً في حمل أوراقي يا رب شربة كوثر من كفه وأقبل الكف الشريف الراقي يا رب شربة يا رب شربة كوثر من كفه وأقبل الكف الشريف الراقي يا سلام يا سلام يا سلام أفضافوك أستاذ ماهر قد يقول قائل كثيرة هي القصائد التي كتبت ودونت على مرة تاريخ الشهر العربي لسيما بعد أو منذ صدر الإسلام حتى اليوم كثيرة القصائد التي كتبت في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل لماذا تكتبون بما ترد على مثل ذلك أرد كما قلت قبل قليل هو المبتدأ الذي خبره لا ينتهي يا سلام وأنا بدأت بالمبتدأ والخبر لا ينتهي أحسنت أحسنت كثيراً والله هذا هو الرد أحسنت كثيراً عن فكرة الشعر ومتلازمة أو إلحاح الكتابة في نفس الشعر قد تأتي الدفقة من ثلاثة أبيات وقد تكون من خمسة وقد تكون من سبعة هناك من يرسمها ويريدها مثلاً عشرين بيتاً وهناك من يكتفي بالدفقة كيف جاءت إلى أيهما تميل ولماذا وحدثنا عن تجربتك الذاتية في هذا الموضوع بارك الله فيك أنا لا أكتب منذ أن بدأت الكتابة لا أكتب بنية النشر نعم لذلك أترك ما يأتي كما يأتي من غير تبديل ولا تغير يا صلى لكن أنا لا أنكر على من يجتهد فيطور القصيدة وتكون من عشرين أو خمسين بيتاً ويشنف آذان السامعين بجمال إبداعه أحسنت أما أنا فهكذا أنا أنا يعني يأتيني ما يسمى بالإلهام جميع فأصب ما جاءني صباً وأتركه على حالي هذا جميل جداً يعني ما نشرته حتى الآن لا أفكر يعني في النشر على الأقل في الوقت الراهن فلذلك أتركه يعني ما جاء كما جاء أحسنت أحسنت أستاذ ماهر لكن لكل شاعر كما تعلم محرض أو محفز على الإبداع والكتابة حدثنا عن بواعث الإبداء الشخصية التي تمثلك أكثر ما يستفزك ما يحرضك وتكتب شكل عامي أظن هذا يعني يشترك فيه معظم الشعراء يعني البواعث ما تراه حولك من أو ما تعيشه يا سلام من آلام من آمال هناك لحظات تمر على الإنسان لحظات سعادة فهذه اللحظات يعني يدونها للذكرى بقصائد بقصيدة بأبيات شعرية هناك لحظات حزن يدونها أيضا هناك آمال للشعوب هناك بطولات يراها تستفز الهمم يعني هذا كله محرضات ما حولك ما تعيشه في أمتك والشاعر ابن أمته ابن بيئته يتألم لآلامها يسعد لسعادتها يتفائل بما يراه من يعني بوادر لنهضتها جميل فيكتب ذلك يعني هذه هي المحرضات سطرت شوقي إليكم حاملا أمل إلى هذه القصيدة الآن إذا أحببت متفضلا هذه القصيدة عنوانها رسالة من البرزخ يا سلام على لسان أبي رحمه الله كنت أود أن أسألك عن سبب اختيارك لهذا العنوان فأجبت بتلقائية تفضل إلى القصيدة تخيلت يوما أن والد العزيز رحمه الله عشت أتيحت له الفرصة لو أتيحت له الفرصة ليقول لنا شيئا رحمه الله ماذا تراه سيقول فقلت ذلك على لسانه هذا فيما لو أنه عاد أو كتبت له الحياة مجددا ماذا كان سيقول أو أتيحت له فرصة إرسال رسالة يا سلام فأنا سميتها رسالة من البرزخ سطرت شوقي إليكم حاملا أملا أن ينهض الأمس يحدو ركبكم لغدي سطرته لكم نصحا وموعظة شعرا بغير بنات الفكر لم يلدي يا سلام قال المحب طواه الموت من زمن خذ ما أقول ففيه الفوز يا ولدي يا سلام أعد علينا متفضلا من البداية من البداية يا سلام تفضل سطرت شوقي إليكم حاملا أملا أن ينهض الأمس يحدو ركبكم لغدي جميل سطرته لكم نصحا وموعظة شعرا بغير بنات الفكر لم يلدي قال المحب طواه الموت من زمن خذ ما أقول ففيه الفوز يا ولدي احلم ولكن بما ينجيك من عمل واختر نفيسا ولا تسترخصا رشدي يا سلام إني سبقتك واستسلمت منتظرا في دار برزخة يطوى عنكم جسدي قد غادر الوقت حيث السعي يسعفني في رحمة الله بانت عنكم بلدي لكن روحي ترفرف في منازلكم تهفو لتلمس في أعمالكم سندي الصالحات وكم أشتاق رؤيتكم فيها يزيد شذا أطيابكم مددي يا للدعاء وكم أغدو به فرحا من فيك يا فلدة الآمال والكبد يا للدعاء وكم أبدو به فرحا من فيك يا فلدة الآمال والكبد يا سلام احفظ صلاحك بالأصحاب يا ولدي فالخل ثوب يقيك البرد إن يفدي لا تبرحن صحاب الخير كن له معونا ولا تتخذ طوق النجاة ردي من جاور الورد يغدو ذكره عطرا الله يحظى بشهد من الأطياب منفردي من جاور الورد يغدو من جاور الورد يغدو ذكره عطرا يحظى بشهد من الأطياب منفردي أو جاور اللؤلؤ الزاهي ببحر تقن بحر يموج بنور خالي الزبد أصيك أصيك فاسمع ولا تزهد بقول أب كم جاد نصحا بقلب مخلص وندي الله الله لله عش وعلى هدي النبي فسر واجعل حياتك في القرآن كالوتدي خطط ليومك كيف يكون مكتنزا بالصالحات تنير القبر في خلدي لله عش لله عش وعلى هدي النبي فسر واجعل حياتك في القرآن كالوتدي خطط ليومك كيف يكون مكتنزا بالصالحات تنير القبر في خلدي من دار برزخ نصحي بثه قلم غب المداد ودادا للقاء صديق يا سلام يا سلام يا سلام رحمة الله عليه ويبقى أثره الطيب وكذلك يظل عملكم الصالح من أجله كما جاء في الحديث النبوي لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث من ضمنها ولد صالح منها ولد صالح أحسنت أحسنت وأنتم نعمة أسلم أن نكون وإياكم من هؤلاء بإذن الله بإذن الله أستاذ ماهر وقبل أن نذهب إلى قصيدة أخرى أود أن أناقشك بطريقة فيها القليل من المشاكسة فكرة الشعر في نفس الشعر وفكرة الظهور الانتشار الوصول يجب أن لا تكون على حساب المبدأ والقيمة الشعرية والكلمة والخلق حدثني عن رأيك في هذا بارك الله فيك والله سؤال في غاية الأهمية في رأيي يبقى الشاعر شاعرا ما دام لا يمدح نفسه يا سلام فإذا انتقل إلى مديح نفسه وازدراء غيره في رأيي يسقط ويشويه شعره مهما كان جميلا مهما بلغ شعره من درجات الإبداع والجمال فأفقد شعره الجمال بما فقد هو من الجمال نفسه الشعراء يتفاوتون في قوتهم قوتهم الشعرية وهذه مواهب وأرزاق من الله أكيد سبحانه وتعالى فأنا أرى في الساحة الشعرية شعراء أمراء ولكنه ينظر إلى غيره من الشعراء الذين هم في الحقيقة أقل منه في الساحة الشعرية ينظر إليهم كأنهم أمراء من تواضعه هو الأمير هذا هو الأمير في الشعر حسن أيضا مسألة أخرى أما الذي ينظر إلى الآخرين بازدراء وإن قلوا شعرا عن مستواه فهو بذلك ينحدر إنسانيا ويسقط نفسه أيضا أسقط نفسه يعني الشاعر الذي لا يحمل هموم أمته ما هي وظيفة شعره هل هي وظيفة شعره إرضاء نفسه إرضاء رغباته إذن هذه هي الأنانية أصبحت كلماته زخرفة لا حياة فيها نعم أما الشاعر يجب أن ينطلق من هموم أمته وهموم محيطه ومجتمعه ولا بأس أن يكتب عن مشاعره عن أموره الخاصة نحن لا ننكر على من يكتب عن همومه الخاصة عن ما يعيشه من مشاعر يعني متنوعة بين الحزن والفرح وغير ذلك والأشواق أما يجب أن لا ينفصل عن حسنت الواقع الذي يعيشه وهموم الأمة حسنت إجابتك هذه ربما تقودني إلى تساؤل آخر أستاذ ماهر عن الأثر يعني كل شاعر يسعى إلى تشكيل أثر تخليق أثر ترك أثر من وراء تجربته الشارية حيا وميتا عن الأثر الذي يسعى إلى إرسائه في نفوس الآخرين ماهر الحريري ماهر الحريري أجب بكل صراحة وبكل صراحة ما فكرت يوما أن أترك أثرا في مجال الشعر نعم وأحاول أن أترك أثرا في وظيفتي في عملي في التعليم ربما أستثمر الشعر في هذا الباب يعني لكن الأثر من بالشعر خصوصا يكون لي دواوين تنتشر وإسم ماهر الحريري على تلك الدواوين ما فكرت ولا أظنني سأفكر لكن أليس الشاعر معلما والمعلم شاعرا لا أعيب على من ينشر الدواوين أحسنت أحسنت لكن أنا لم أفكر ولم أجد الوقت الآن هذا توجهك الخاص ويحترم ويقدر أكيد لكن قد يقول قائل أليس الشاعر معلما وكذلك قد يكون المعلم شاعرا وكلتاهما تكملان بعضهما البعض صحيح 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 لكن يعني أن يكون أثري منحصرا في هذه المادة أحسن في الشعر قد يكون تفكير فيها ثانوي مقارنة بمهنتك الأساسية كمعلم ليس بالدرجة الأولى يعني أنا أطمح أن تكون آثاري في مجالات أخرى ثم يأتي الشعر لكن الشعر إذا نداك وجاءك طارقا بابك لا ترده خائد أفتح له الأبواب والشبابيك والشبابيك إذا كنت فارغا أما إذا كنت في عمل مهم أحيانا تضيع الفكرة إذا كنت متفرغا فإنك تدعوه إلى ليلة جميلة كثيرا ما يأتي كثيرا ما يأتي ويذهب حزينا يا الله لكننا لا نريد أن نحزن ونريد منه أن يأتي الآن بطريقتك وعلى طريقتك الخاصة أسمعنا ما تحب أن نسمعه إن كان عن الوالد أو إن كان عن موضوع آخر فلا بأس اقرأ ما تحب وتشتهي يعني كنت قبل قليل يعني أقرأ قصيدة رسالة من البرزخ وعندما اختار الله أن يمتحننا بفقد الوالد وكان ذلك وقعه شديد علينا وقاسيا فكتبت هذه القصيدة رتاءا للوالد أقول فيها وَلَهْفَ شَوْقِي وَاجِمًا حَيْرَانًا يَرْنُوا إِلَى رُوْحٍ غَدَتْ رَيْحَانًا يَبْكِي وَيَجْرِي هَائِمًا وَمُرَدِّدًا رَحَلَ الْفُؤَادُ وَفَقْدُهُ أَبْكَانًا يا الله رحل الذي كانت حياتي حبه رحل الذي كانت حياتي حبه وجها منيرا رقة وحنانا أبتاه يا شمسا أنرت حياتنا بضياء طيب لم يزل ريانا أبتاه مهلا يا شروقا غاربا كيف الحياة تطيب دون لقانا أبتاه مهلا يا شروقا غاربا كيف الحياة تطيب دون لقانا أبتاه مهلا يا شروقا غاربا كيف الحياة تطيب دون لقانا من يفتح الباب الذي أغلقته الباب أغلق فاتحا أحزانا تبكي عليك سطور مصحفك التي آخيتها متلددا نشوانا تبكي عليك سطور مصحفك التي تبكي عليك سطور مصحفك التي آخيتها متلددا نشوانا وتنوح في أطراف بيتك كلها تلك الصلاة إقامة وأدانا الله أعد أعد هذا البيت وتنوح في أطراف بيتك كلها تلك الصلاة إقامة وأذانا البيت أظلم عندما فارقته لكن نورك لم يزل يغشانا يا سلام ذكرى جمالك لم تزل فواحة أنا ترامت حسرة عينانا يا ربنا يا من كتبت فراقه عوضه منك محبة وجنانا أكرمه بالروضات وسقف آده أنسا وإنعاما يفوق رؤانا أفرغ علينا الصبر إن مصابنا يقتات لذة نومنا وهنانا ويكاد يفتك بالنها متربصا بالقلب يذكي حزنه نيرانا أسأل الله أن يعوضكم خيرا بهذا الفقد الجسيم أستاذ ماهر وإلقاء شجي فيه من العبرة ما فيه وفيه من الأثر الكثير وبعد هذا الحزن الممتد لابد أن نستريح قليلا أنا وأنتم من ثم نعود إلى الشعر مباشرة قبل أن نذهب إلى نقاش من نوى مختلف مشاهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل يبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو الشعر السوري والمعلم الأستاذ ماهر الحريري حي الله أستاذ ماهر من جديد بارك الله فيك قبل أن نذهب إلى نقاش مختلف حدثنا عن قصة القصيدة قبل إلقائها القصيدة الجديدة أقصد نعم بارك الله فيك أحد أحبابي هاجر ابنه في من هاجر إلى أوروبا بسبب ما يحدث في سوريا الحبيبة نعم وقد تعب في تربية ابنه على الدين والأخلاق ومكارم الأخلاق فانحرف قليلا وأبشرك أنه عاد لكن في هذه المرحلة حرف الولد قليلا وشكى الأب وهو صديقي شكى لك انحراف ابنه انحراف ابنه فتخيلته شاعرا ماذا تراه يرسل رسالة شعرية لابنه وأنا أرسلها من هنا إلى كل أبنائنا الذين هاجروا إلى تلك البلاد ألا تغرهم تلك البلاد وتبعدهم عن مبادئهم أقول فيها فضل جارعا مر الهواني تاه في الدنيا يعاني يا الله شط عن درب أبيه نحو الطياف جناني ليس ما يلمع تبرا يا أخا نبض جناني ليس ما يلمع تبرا يا أخا نبض جناني فافتح العينين عقلا واتبع نهج التواني عد للمليار واصبر وانتظر زهر الأماني في حمر رحمن فكر في ثبات واتزاني إن تفز بالكون ربحا في متاهات افتتاني أو تظن السم شهدا تنتشي فيه ثواني سوف تصحو بعد حين جارعا مر الهواني يا الله يا الله قاسية هذه الرسالة وإن كان فيها الكثير من الخوف الحميد على مصير شاب هل فيها أثر البيئة باعتقادك كان حاضرا الأب الذي يسعى إلى زجر ابنه إن لم يستجب إلى نداء العقل وبصيرة الفهم نعم يعني آخر الدواء الكي آخر الدواء الكي أنت ما زلت مؤمنا بهذه العادات وهذه التقاليد وأنها لا تزال مجدية في هذا الزمن يعني في البداية لا بد من استخدام أسلوب الإرشاد والنصح والصبر لكن إذا لم تفلح في كل تلك الوسائل اللينة الرقيقة اللطيفة فأحيانا الدواء المر علاج ولكن لماذا هذا الدواء قد يتساءل سائل هل لأننا نرغب بإذاء الآخر أو هل لأننا قاسون بطبيعة الحال أو لأننا حريصون على أبنائهم هل الأم التي تسقي ابنها الدواء المر يعني بهدف إزعاجه أم بهدف شفائه بالطبع لا هي تسقيه وهي سعيدة بهدف الشفاء نعم يعني الهدف هو المهم وعندما يستنفذ الفرص يعني الإنسان لا بد أن يكوي من ذات الشاعر وذات المعلم أريد إجابة للسؤال المقبل وهو مستوحى من هذه القصيدة ومن موضوعها إذا ما أردنا أن نتحدث أستاذ ماهر عن فكرة الإنسلاخ من البيئة الإنسلاخ من الأفكار الحميدة التي نشأنا عليها ومحاولة الركض خلف الأفكار العمياء الأفكار الظلامية التي تسعى إلى سلخنا عن موروثنا عن معتقدنا عن كل ما نؤمن به كلمنا عن هذه المخاطر من روح معلم حريص على أبناء هذا الجيل حسن تبارك الله فيك أيضا على هذا السؤال ما شاء الله عليك أنت كل ما تحب تنتقي الأسئلة يعني ب الله يساعدك المهم أن تكون مناسبة كما اتفقنا نحن أنا يعني كمعلم نعم يأتينا في كل سنة خليط من الطلاب أكيد من بيئات متنوعة من مشارب متنوعة بعضهم تربى على المبادئ الحميدة والأخلاق والدين وبعضهم تربى على الأخلاق لا شك ولكن على مبادئ قد تكون بعيدة عن الدين قليلا قد يكون فاهما لأمر على أنه صواب ويتصرف من هذا المنطلق نعم وهو في أعرافنا في مبادئنا في ديننا وهو الأهم لا يستقيم ولا يقبل يا سلام هنا وظيفة المعلم أن يكون مربيا أيضا أحسن وليس مجرد آلة آلة تسجيل يعني تسرد الدرس وينتهي الأمر ويخرج كأنه ما رأى شيئا فالمعلم أب مربي ونحن نواجه يعني بدون تفاصيل نواجه بعض بعض هذه النماذج ونوجهها ونصبر عليها مثلا التدخين التدخين عاد سيئة اختلف يعني فيها العلماء بين تحريم وبين أقلها من أقلهم من يعني قال أنها يعني عاد مكروها والأكثر على حسب علمي حرموا هذه العادة بعض الطلاب يدخنون وأنا كأب أشفق عليهم أشفق على صحتهم أشفق على إهدار مالهم فأستخدم النصيحة والحمد لله أنا وزملاء الأساتذة وكلهم هم أفضل مني في هذا المضمار فننصح ويعني يعني الحمد لله غالبا نصل إلى نتيجة طيبة يعني بعد الصبر يعني بعد أحيانا حتى آخر السنة يعني نستمر في النصح حتى يستجيب الطالب وهذا مثال يعني أنا ذكرته هو التدخين مثلا الحمد لله يعني بعض الطلاب تركوا التدخين يسمعونني ربما الآن أو سيسمعون الحلقة مسجلة واحتفلنا في الصف وأحطرنا الحلويات واحتفلنا بتركه للتدخين يعني رسالة المعلم هذا مثال عليها يعني والحمد لله يعني هذا من دواعي سروري وارتياحي الشديد في البيئة التي أعمل بها كل الأساتذة هم يحملون هذه الرسالة وخصوصا يعني مديرنا أنت تعرفه يعني الحمد لله هو رائد في هذه المسألة أحيانا الأستاذ إبراهيم الحلالش أستاذ دكتور إبراهيم الحلالش يعني يستدعي الطلاب إلى مكتبه يجلس معهم جلسة الأب مع ابنه ينصحهم في مسائل متعددة انقصر في دراسته يعني بدر منه أمر يعني غير مرضي فبكل لطف بكل حنان وأبوه ينصحه والحمد لله يعني جميل جدا الثمار نراها الثمار دائما تراها لأنكم أنتم من يغرسوا شجرها العامر في التربة الصالحة أستاذ ماهر وقبل أن نذهب إلى الشعر دعني أسألك سؤالا له علاقة مباشرة يعني تشتبك مع مهنتك له وهي مهنة التعليم بأتقادك التعليم بشكله الكلاسيكي أو المعهود أو العادي المعروف هل سيبقى ويستمر أم أن يعني هيمنة التواصل الاجتماعي أو هيمنة التقنية في هذا الزمن وما ربما تفرزه لنا التقنية لاحقا ربما تجعل فكرة المعلم الذي يواجه الطلاب أصبحت جزءا من الماضي أم أن هذه الفكرة لا يمكن لها أن تلغى فكرة المعلم والطلاب أعتقد أنها لا تلغى لكن وسائل التواصل خدمت التعليم بعض الناس لا يجدون الوقت للذهاب والقياب فيستثمرون يعني هذا الوقت من خلال التعلم من خلال وسائل التواصل فهذا شيء حسن يعني أفضل من لا شيء أفضل من أن يترك التعليم فيتعلم إذا ما عنده من الوقت إلا القليل فيتعلم من خلال وسائل التواصل نعم أما فلسفة التعليم أو فكرة التعليم القائمة على معلم يواجه طلابه أو طلابه ويقابلهم لن تنتهي هي الأساس أنت ترى أن التقنية مهما تقدمت فإن هذه الفكرة لن تلغى المثل العربي المشهور العين مغرفة الكلام يا سلام والطالب يتفاعل مع الروح التي أمامه ويأخذ منها مباشرة وجها لوجه يسأل يتلقى الإجابة ويتفاعل مع الدرس التعليم بهذه الطريقة هو التعليم للأساس أما التعليم بالطرق الأخرى لا ننكره ولكنه مرحلة لمن لا يجد الفرصة لأن يتلقى التعليم بالطريقة الكلاسيكية التي سميتها الطريقة الكلاسيكية أحسنت أحسنت سنعود إلى الشير لكن لابد من فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود حياكم الله أعزان المشاهدين وصلنا إلى الجزء الأخير في حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد ومعنا هنا في الستوديو الشاعر والمعلم بارك الله فيك الأستاذ ماهر الحريري سنتحدث عن التعليم وكذلك عن الشعر ولكن بعد ما تسمعنا قصيدة جديدة هذه قصيدة قصيرة عن الغاليين الوالد والوالدة يا سلام الغاليان هما والنور وجههما والطيب ينبع من كفي سخائهما لا أنس يرجى ولا ترقى سعادتنا إلا إذا رشف المشتاق حبهما يا سلام يا ربنا وإله الكون كن لأبي خير الأنيس وزد غيثا عليههما واحفظ فؤاد فؤادي أمنا وأدم فوق الرؤوس سناها نور مد لهما هذه يعني مخطوعة بسيطة عن عن أمي يا سلام زدنا من الشعر أبياتا تفضل أعود إلى الرثاء لا بس وأنا فقدت أحبة كان لي صديق له أياد بيضاء في عمل الخير وفقدناه فجأة بالمرض فتأثرت كثيرا اسمه جمال نعم كيلاني رحمه الله لروحه الرحمة والسلام فجاء الخبر يعني كوقع الصاعق على قلب يا الله فقلت هذه الأبيات تفضل قالوا مضى في الراحلين جمال قالوا وقد فطر الفؤاد مقال يا طيب القلب الجميل مودة والجود من كفيك كم ينهال كم معسر نال اليسار وكم يد صافحتها فتغيرت أحوال تسعى على أم اليتام بادلا وعلى مصاب هده الأندال حمال هم البؤس في إخوانه ثقلت وما ناءت بك الأحمال رجل طموح بيد أن طموحه أن ترتقي في قومه الآمال ذو همة عليا وفكر تاقب ورؤا سمت أودت بها الآجال قالوا مضى يا للمضي وقهره حزني سهام سمها قد تال سيظل ذكرك يا جمال مضللا دوح الوفاء ودمعنا هطال ونظل ندعو ربنا بتبتل لتكون في جناته تختال يا سلام يا سلام رحمه الله وصبر قلوبكم أستاذ ماهر لعل هذه المشاعر الوجدانية الشفيفة اللطيفة المشبعة بالحزن تقودنا إلى سؤال لابد من إجابة خاصة تمثلك إجابة عليه أقصد ألا وهي ما يسعى إليه الشعراء المسعى الذي يبحث عنه كل شاعر من حق كل شاعر أن يسعى إلى تطوير ذاته إلى كسب استحقاقاته إلى أن يعني يظفر بما يتطلع إلى الظفر به لكن لابد أن يكون صاحب رسالة إنسانية سامية لا تنفصل عن معتقده ولا بيئته حدثنا قليلا عن هذا يعني كما قلت قبل قليل أيضا الشعراء متنوعون في هذا المجال هناك شاعر يكتب ليرضي صنفا من الناس هذا الصنف يبحث عن الكلمة التي ترقصه نعم و يفرح لها يعني كلمات الأغاني وكلمات الغزل الذي يطرب قلوب من همهم هذا فقط وكل إنسان يطرب للغزل لا شك في ذلك ولكن هناك فريق من الناس همهم هذا النوع من الكلمة لا يخذون من الشر إلا غرضا واحدا ألا وهو الغزل فقط غير متنوعين ومتعددين هناك شعراء اتخذوا هذا المنح ليرضو هؤلاء الناس نعم وهناك شعراء نوعوا هؤلاء الشعراء الذين يستحقون الاحترام نوعوا في موضوعاتهم موضوعاتهم الغزل المدح لمن يستحق المدح القصيدة الوطنية التي نعم تتكلم عن معاناة أبناء الوطن أو أبناء الأمة القصيدة التي تتكلم عن مشاكل اجتماعية القصيدة التي تتكلم عن تجاربه الشخصية التي تماثل تجارب الآخرين يعني عندما يتحدث الشعر عن في باب الرثاء أو في باب الغزل أو في أي باب فكل إنسان يعيش هذه المشاعر فهو يعزف على أوتار نفوسهم من خلال صدقت قصيدته الشاعر الذي كما قلت أرجع إلى يعني بداية كلامي شاعر الذي يحمل هم الأمة هو الشاعر الذي يستحق الاحترام يستحق أن يبرز البقاء والبقاء والخلود نعم أن ينقش اسمه في الذاكرة لا شك في ذلك لا شك هل التاريخ كفيل بالفرز كما يقولون أم أنه بعض الشعراء يظلمون بعض الشعراء يظلمون نعم بعض الشعراء يحالفهم الحظ فيظهرون وبعض الشعراء هو يخجل أن يبرز نفسه ولا يلتفت إليه الآخرون بقصد أو بدون قصد ربما يعني الناس تلتفت إلى من يرتفع صوته لكن إذا خجل ولم يعمل لماذا يلوم المجتمع لماذا لا يلوم المتلقي لماذا لا يلوم نفسه يعني طبيعته قد تكون طبيعته أنه لا يريد أن يبرز نفسه يخجل كيف سيصل إليه الناس أنا أقول يعني بدون قصد يبقى مغمورا بدون قصد من الناس وبسبب طبيعته الخجولة المنعزلة ولكن الشعره يستحق يعني عندما بعض الشعراء عندما تنظر إليهم ترى أنه يستحق أن يبرز وأن يعني يقرأ ويسمع الناس شعره إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم هذه من الأشعار التي تحرك الوجدان وربما ترد الناس إلى السوية الصحيحة في هذا الزمن للأسف برزت عينة من المثقفين مع الأسف نقول يرون بأن فكرة شعر القضايا أصبحت بالية وقديمة وموضى قديمة مثل ما يقولون هل أنت مع هذا التوجه أن فكرة الشعر ينبغي أن تكون ذات فضاء أوسع بعيدة عن فكرة القضايا وأنا لا أعلم إذا ابتعد الشعر عن القضايا ما الفضاء الواسع الذي يبحث عنه ويضيق على ذاته من أعلمهم من وأعرفهم من الشعراء الذين يحملون قضايا الأمة نعم وأنت واحد من كبارهم تسلم لا يبتعدون عن المواضيع الأخرى التي يشير إليها هؤلاء فهم يكتبون في أبواب متنوعة لكنهم يحملون في قلوبهم وعلى أكتافهم هم أمتهم رسالة وهم أمها وقضايا ويعبرون عنها وينالون الاحترام في كل باب وفي كل جانب حسنت إلى القصيدة الختامية مر الوقت سريعا معك أستاذ ماهر الختامية اختر القصيدة التي تود أن تلقيها علينا في ختام هذه الحلقة يعني معنا من الوقت حوالي خمس دقائق أو أقل لكن لا بأس كلنا شوق إلى القصيدة التي سيقع عليها اختيارك تفضل والله في قصائد كثيرة لا بأس لكن الوقت أدركنا كما ترى نكتفي بالقصيدة التي ستقرأها علينا الآن يعني قصيدة إلى الشام التي تربيت فيها شوقا إلى الشام يا سلام أيها الراكب الميمم شاما أقر من قلبي لمن فيه سلاما وانتر الأشواق عطرا فاح حبا يا سمين الشام عشقي والخزاما كل شبر من ثراء أرضي فؤادي لم أزل صبا به بل مستهاما بارك الله بها ولها وفيها تربها تبر وأهلوها نشاما يا لعشق دافق في بحر ذكرا أججت للشوق في الروح ضيراما إنني يا شام طفل تاه يشكو يتمه بعدا عن الأحباب داما يا سلام كلما قلت انقضى وقت انتظاري جدد البين المواثيق العظاما يا الله إذ أراني بين دمعي واستباري أرقب العودة عاما ثم عاما سرقنا الوقت عندي قصيدة لفلسطين أرقب العودة عاما ثم عاما كنت لا أريد أن أختم دون أن أقول شيئا لفلسطين فإن كان هناك متسع أقول وإلا تفضل إذا كانت القصيدة بين يديك هي بين يدي لكنها في الجوال لا بأس على ما يبدو أن الوقت أدركنا طيب دعنا نبقى في الشام أيضا وإن كنت قرأت القصيدة الأخيرة عن سوريا والشام أمنية من قلب مجروح من أجل الشام أمنية تسجل باسمك أمنية تبقى شاهدة على مسيرة حياة وعلى قلب موجوع يحفظها عنك من يراها ويشاهدها ويسمعها ماذا تقول من أجل الشام أولا أن يعجل الله الفرج عن المعتقلين آمين هذه أسماء أمنية عندي نحن نتحرك نعيش نتنفس هم يحرمون حتى الهواء النقي يا الله ثم أن يفرج الله عن كل شبر من بلاد المسلمين يضطهد فيه مسلم من غير ذنب نقترفه وليس ولست أنا سوري أنا مسلم أولا ثم رسالة الإسلام أن نتمنى زوال الطغيان والظلم عن كل إنسان بل عن كل حيوان نرجو ذلك حسنت وصلنا إلى الختام أستاذ ماهر كانت حلقة خفيفة لطيفة بارك الله فيكم فيها انتماء إلى الأب الفقيد وثبات على نهجه من بعده شكرا جزيلا لك نورتنا بارك الله فيكم وأنا تشرفت أشكر قناة الرافدين القناة المتميزة أشكر الشاعر الكبير الأستاذ مصطفى المتميز الله يسعدك عزيز الله بارك الله فيكم كان وقتا ممتعا نحن والله كذلك سيخد في الذاكرة أعجدنا الوقت شكرا شكرا أستاذ ماهر شدينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى الختام نلتقيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة